اشتركوا في القناة كما حضر اللقاء عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية تجارب عملية وتطلعات مستقبلية الذي يقام يوميا الرابع عشر والخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري في مستهل اللقاء رحب جلالته ايده الله بضيوف البلاد مشيدا بالنتائج الطيبة التي تحققها مملكة البحرين على مستوى تقدم المرأة البحرينية وتقديره للجهود الوطنية التي تبذلها كافة المؤسسات وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدأ الذي استند عند وضع منهج عمله على السيرة والمسيرة الحافلة بالانجاز والعطاء للمرأة البحرينية والالتزام منذ بداية تأسيسه على ترجمة المبادئ الدستورية التي جاءت مؤكدة على مكانة المرأة الراسخة ضمن النسيج الوطني كما استطاعت مساهمات المجلس ان تحقق الاثر الطيب في التعريف بانجازات البحرين وعطاء نسائها اللواتي يساهمن بدورهن في الارتقاء بتجربتنا الوطنية في كافة مجالات التنمية لتصل وبكل فخر لمصاف التجارب العالمية اضافة الى دورها وواجبها والعناية والاهتمام بأسرتها واكد جلالة الملك المفدار عاه الله ليست بقضية تشغل البحرين فقد مارست المرأة حقوقها منذ عقود طويلة ولا توجد انظمة تحد من هذه الحقوق ونحن نحرص دائما على تعزيز هذه الحقوق وان المرأة البحرينية وعبر تاريخ البحرين لها مساهمات مهمة وعديدة اثبتت من خلالها كفاءتها واخلاصها لخدمة وطنها ومجتمعها وان مساهمات المرأة في البحرين تعد نموذجا يحتذا فالبحرين بحمد الله يعيش فيها الجميع منذ عقود طويلة بمختلف دياناتهم ومذاهبهم في مجتمع متحاب ومترابط يرحب ويقدر بالجميع واعرب عاهل البلاد المفدى عن شكره لاهتمام اعضاء لجنة تحكيم جائزة الامير سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة بتبنيهم لرسالة هذا المشروع الهادف الذي جاءت بداياته من مملكة البحرين ودورهم في تنمية اعمال الجائزة على الصعيد العالمي ونشر اهدافها الهم والقائمة على مبادئ العدالة والشراكة المتكافئة للمرأة مع الرجل في البناء الحضاري وفي حفظ الاستقرار والامن الانساني واعرب جلالة الملك المفدى يده الله عن فخره واعتزازه بالمشاركة السياسية البناء للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية والتي عكست وعيا وطنيا بضرورة المساهمة في صنع القرار والانخراط بمسؤولية في بناء الوطن مشيدا جلالته حفظه الله بارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات من ثماني مترشحات في عام الفين واثنين الى اربع واربعين مترشحة في انتخابات عام الفين وثمانية عشر كما تنافس المرأة نيابيا في ست وعشرين دائرة انتخابية مختلفة خاصة وان المرأة تشكل نصف الكتلة الانتخابية واكد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة تقديره للاقبال الكبير للمرأة البحرينية على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها شريكا اساسيا في المجتمع وقال جلالته ان الاهتمام الكبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مثار فخر واعتزاز ودليل على المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها البحرينيون لبناء مستقبلهم في مختلف الاستحقاقات الوطنية دعيا جلالته حفظه الله ورعاه المواطنين من مترشحين وناخبين الى المشاركة الايجابية الوطنية في الانتخابات المقبلة وذلك استكمالا لدورهم المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز في مختلف المجالات مشيرا جلالته الى ان الاستحقاق الانتخابي المقبل يعد محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي لتحقيق جميع التطلعات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لعمل جاد وانجاز اكبر وتحقيق المنجزات في اطار الوحدة الوطنية كما تمنى عاهل البلاد المفدى كل التوفيق والنجاح للمشاركين في المؤتمر الدولي الذي استقطب نخبة متميزة من القيادات والشخصيات العالمية مشيرا جلالته رعاه الله الى اهمية موضوع المؤتمر لسيما وان مقاصد هذا المؤتمر ترمي الى دعم الجهود الوطنية والدولية لاستدامة تقدم المرأة في مجالات العمل السياسي وصنع القرار وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة مؤكدا جلالة الملك المفدى بان البحرين ستظل ملتزمة بخطها المتزن في الانفتاح على التجارب العالمية للبناء على ما تبذله من جهود وبما يراعي الخصوصية الوطنية بدونها تقدمت صاحبة السمو الملكي حفظها الله باسمى ايات الشكر والتقدير على دعم جلالته الدائم للمجلس الاعلى للمرأة وعلى ثقته السامية التي كان لها ابلغ الاثر في تفعيل المجلس لدوره وتوليه لمسؤولياته الوطنية كالية وطنية معنية بمتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال تقدم المرأة البحرينية وبما يتسق مع رؤية جلالته ايده الله في تعزيز مكانة مملكة البحرين دوليا عبر تطبيق افضل السياسات والممارسات الخاصة بشؤون المرأة منوهة سموها بدعم جلالة الملك المفدى لأعمال الجائزة منذ انطلاقتها الاولى على المستوى الوطني والتي جاء تأسيسها بامر ملكي ومر على انشائها اكثر من اربعة عشر عاما هذا وقد اشارت سموها لاهمية مشاركة اعضاء لجنة الجائزة مع جمع رفيع المستوى من المسؤولين في المؤتمر الدولي لما يحمله اعضاؤها من خبرة ثرية ومساهمات نوعية في مجال تقدم المرأة وادماج احتياجاتها في الشأن العام كما اوضحت سموها بان المؤتمر الذي ينظمه المجلس الاعلى للمرأة حول المشاركة السياسية للمرأة واثر ذلك على العدالة التنموية يأتي من حيث التوقيت والمضمون متسقا مع الانتخابات النيابية والبلدية وموضوع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذا العام بمساهماتها في تطوير العمل التشريعي والبلدي ويلقي الضوء على مسيرتها الثرية في البناء الوطنية ترجمة نانسي قنقر